بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الدعم النفسي والعلاج السلوكي موضوعنا اليوم في غاية الأهمية نتكلم عن نوبات الغضب أو الانهيار لدى ذوي الطراب طيف التوحد أولا نتعرف على نوبات الغضب أو الانهيار لدى ذوي الطراب طيف التوحد وهل هناك فرق بين نوبات الغضب أو الانهيار لدى ذوي الطراب طيف التوحد فلنشاهد هذا الفيديو ونعود لنشرح بالتفاصيل نشاهد هذا الفيديو من الغضب أو الانهيار لدى ذوي الطراب طيف التوحد فلنشاهد هذا الفيديو من الغضب أو الانهيار لدى ذوي الطراب طيف التوحد we've gotten some people over broken video links but sometimes doing the right thing means taking a hit now some might ask, why do a video at all, why not write about it instead of exposing your child well in my opinion writing about it or even showing pictures does not adequately convey the gravity of the situation if a picture is worth a thousand words then a video is worth a million more when it comes to autism we want to show the good, the bad and everything in between staying mainly positive however, sharing only positive and upbeat videos about autism في هذا الفيديو تعرفنا على الإنيار وما الفرق بين الإنيار ونوبة الغضب نتعرف بالتفاصيل أكثر مشكلة الإنيار نستطيع إجمالها في أنه يلاحظ على ذوي الطرابط في التوحد ثورات غضب تشبه نوبة الغضب العادية للطفل العادي كثيرا لا تعالج بالأساليب التقليدية بل تتفاقم حدتها إذا أراد المعالج أو أراد الأب أن يعالج نوبة الإنيار لا يستطيع بل يزداد الطفل في حدة الغضب لديه من الممكن أن يمر ذوي إطرابط في التوحد بنوبة غضب هذه ملحوظة مهمة جدا أنه من الممكن أن يمر بنوبة غضب كلاسيكية أو عادية لكنه أيضا يعاني من الإنيار من وقت إلى آخر فلنتعرف على تفسير الإنيار وأسباب الإنيار الإنيار لدى إطرابط في التوحد عندما يمر الطفل من ذوي إطرابط في التوحد بنوبة غضب فإنه يتم استخدام أساليب علاجية هذا هو المعروف كالتجاهل العناق التهديئة الإلهاء أو السلوك البديل وأيضا إعطاء معززات لإطفاء هذا السلوك ولكن كل هذه الأساليب العلاجية لا تنجح بالطبع الأساليب التقليدية هذه المثيرات تغمر الطفل من ذوي إطرابط في التوحد بالمنبهات الحسية هذه المنبهات الحسية تزيد من إنياره ولا يتوقف عن سلوك الغضب إذن الأساليب العلاجية تكون بمثابة منبهات حسية تزيد من حدة الإنهيار لدى الطفل من ذوي إطرابط في التوحد تعالوا لنتعرف على الفرق بين نوبات الغضب والإنهيار لدى أطفال ذوي إطرابط في التوحد نستطيع إجمالا أن نلخص نوبة الغضب في مقارنة مع الإنهيار في التالي أولا نوبة الغضب تكون سلوك متعمد الطفل يريد أن يحصل على شيء فيغضب ويعبر عن هذا الغضب بمجموعة من السلوكيات الظاهرة كالصراخ أو البكاء ليحصل على ما يريد أما الإنهيار فهو سلوك غير متعمد يظهر بشك مفاجئ نوبة الغضب هي استجابة للإحباطات إذا لم يلبي الأب أو المعلم في المدرسة ما يريد الطفل فإن ذلك يعد بمثابة إحباط فالطفل يستجيب لهذه الإحباط بنوبة الغضب أما في الانهيار فيكون إرهاق لكثرة المثيرات الحسية حوله من البيئة المحيطة في نوبة الغضب يستخدم هذا السلوك أمام الآخرين أما في الانهيار فقد يكون وحيدا وقد يكون أيضا أمام الآخرين نوبة الغضب قابلة للسيطرة فالطفل يستطيع أن يسيطر على نوبة الغضب عندما يحصل على ما يريد أما الانهيار فهو خارج عن السيطرة ولا يستطيع أحد إيقافه بدلا من الطفل نوبة الغضب تصيب الأطفال العاديين والتوحديين أما الانهيار فهو يتسم بأطفال ذوي الطراب طيف التوحد هناك نقاط مشتركة بين نوبة الغضب والانهيار في نوبة الغضب والانهيار يحدث سلوك ظاهري يعبر عن الغضب كالصراخ والبكاء وضرب الرأس وغيرها من سلوكيات الظاهرة التي تعبر عن الغضب أيضا يكون الطفل غير متفاهم غير منطقي يكون لديه نقص في مهارات التواصل الاجتماعي وأيضا يكون هذا السلوك مجهد له ومرهق جسديا الآن لنتعرف كيف نتعامل مع الانهيار الذي يحدث لدى طفل من ذوي الطراب طيف التوحد إرشادات التعامل نستطيع إجمالها في خمسة أشياء أولا حافظ على هدوءك حتى لا تزيد من المنبهات الحسية التي تضغط على الطفل فتجعله يزيد في الانهيار ثانيا حافظ على الروتين اليومي طفل طيف التوحد لا يستطيع أن يتعول على التغيير الذي يحدث حوله في البيئة المحيطة ويتماشى معه ويرفضه دائما ولذلك تحدث نوبات الانهيار أحيانا اعرف المثيرات الحسية التي تحفز الطفل وتحفز الانهيار لديه وقلل منها من البيئة المحيطة درب نفسك على الحفاظ على أمن وسلامة الطفل لأنه أثناء الانهيار قد يؤذي نفسه وقد يجرح جسده وابعد المواد الحادة والخطر عنه أخيرا اعرف مقدمات الانهيار كطلب الطفل منك مغادرة المكان أو أن يعض يديه أو مقدمات الانهيار التي دائما ما يحدث بعدها انهيار الطفل من الطراب طيف التوحد وقم بالتدخل قبل الانهيار هذا إجمالا ما الفرق بين نوبات الغضب والانهيار الذي ناقشناه في هذا العرض التقديمي إلى اللقاء وفي فيديوهات أخرى من فيديوهات الدعم النفسي والعلاج السلوكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر